عيد المعلم نبراسا يشتت الظلام ويبعد الجهل عن الطالبة ليكون دربهم عبق بالعلم لا سيما في زمن الكورونا الذي أضاف ثقلا آخر على كاهل المؤسسة التدرسية من أجل إيصال المعلومة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية في يومه الأغر في الأول من آذار وهو عيد المعلم عيد المرب الفاضل الذي ضحى ويضحي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على العراق حيث جائحة كورونا أثرت وألقت بظلالها على قطاع التربية والتعليم وخاصة أن المعلم في هذه الأيام يعطي من أوقاته الاستثنائية لتوفير المادة العلمية للطلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي فضل المعلم لا ينكر فكل مركز مهم وكل نجاح هو بفضل ذلك المعلم الذي خط الحرف ليغرس التربية والتعليم في نفوس الطلبة وليخرج ذات المعلم جيلا يقود المستقبل من هنا أوجه شكري لكل معلم ومدرس علمني حرفا ووصلت لهذه المرحلة وتخرجت من الكلية وصلت مدرسا نحن نعرف بأن العراق وكل الدول تمر بأزمة ولا هي جائحة الكورونا ونحن كمدرسين وآساتذة ولازلنا متواصلين مع طلبتنا الأعزاء من أجل إكمال المنهج أنت الوحيد بمهنتك المعلم والمربي والأب والصديق والقدوة لطلابك فهنيئا لك مهنتك التي جعلتك قريبا من أن تكون بمنزلة الرسل عيد المعلم عيد التقدم سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك سعدون السلطانği شريف إثَاك أوه فكات Sharon منحور اشتركوا في القناة